اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فتروح تحضر الماتش معامل المدرجات كأنك فعلا هناك هو شايفك وكل الناس شايفك هناك تفتكر يا زقلة ان احنا ممكن نروح مكان تاني واحنا هنا ده احنا بقنا في المسرح ده الموضوع طريب جد ولا ايه تعال نفهم اكتر يا زقلة عن التقنية دي تويتا بتقول لما تقرأ عن الهولوجرامي الجديد والعالم الافتراضي يا ترى كارت الفكة اللي باشحنه هيدخلني العالم ده ولا عالم سمسم الناس اللي بتشحن كارت الفكة مش هتقدر تدخل للعالم الافتراضي ودي قصة حزينة هتزعى الناس كتير اوي في مصر تويتا تانية بتقول لما العالم الافتراضي يشتغل ولاي حد بعتلي مسينجر ومردش عليه وبعدها اسمع ده تخيل يا زقلة كده حد يدخل عليك وانت نايمي صحيك بالعافية عشان ما بتردش عليه على الموبايل حدوتا تخوف مش كده تعال نعرف معلومات اكتر عن التقنية ده فكرة فيسبوك الجديدة على قد ما هي مرعبة لكن اكتر حاجة من عقود تخيل هتقدر تعيش خيالك حرفية من مكانك في البيت تقدر تبني واقع افتراضي على مزاجك الهولوجرام بتاعك يمثلك وتعيشه تقدر مثلا تجمع صحابك كلهم في مكان وتتكلموا في الواقع الافتراضي ده زي ما بتتكلموا في الواقع ممكن كمان تسافر للماضي وتشوف الحضرات القديمة وتعرف كمان الحاجة دي تبنت ازاي؟ يعني يهدها لك ويبنيها ويشرح تبنت ازاي؟ اه نسيت اقول لكم مش بس ممكن تسافر لأي مكان في العالم لا كمان هنطلع الفضاء بصراحة كده لو ده فعلا هيحصل فالعالم رايح لمكان تاني حرفيا والدنيا هتتغير تماما العالم هيتفتح على بعضه والناس هتتنقل لأي مكان براحتها بدون تأشيرات وقرف هل هيكون فيه فلوس هندفعها عشان نعمل حاجات دي؟ ولا الدنيا هتكون مجانية زي الفيسبوك طوله عمره مجاني لسه ما نعرفش بس الفكرة ككل عظمة فعظمة تبتكر يا زولة كانان ده ممكن يحصل؟ يعني نقدر نسافة اي مكان هنحزينه؟ ايه ده؟ احنا رجعنا للمكان الاوتوبيس تاني؟ يلا بقى نروح عشان خلاص مش هنحتاج نركب الاوتوبيس وانا جعت بصراحة يا زولة انت ما جعتش اشتركوا في القناة